بص لأول مرة نقول من 200 سنة إلى 200 سنة مصر تبقى الأربع اتجاهات الاستراتيجية مهددة من كل الاتجاه نمسك الأول الاتجاه الشمالي الشرقي الاتجاه فلسطين وغزة وإسرائيل لا تعليقوا دينيا قد ايه من الكهرباء مولعة مش عارفين بكرة دينيا رحفين تحدى لو واحد قال بكرة المشد عيبه ايه تعالى خشي ناحية التانية ناحية ليبيا 11 سنة منذ رحيل القذافي وليبيا غير مستقرة حكومتين حكومة افترابلة وسوريا بين الهازي مرتزقة في تركيا عند قاعدة بحرية وقاعدة جوية الدنيا برضو غير مستقرة ولما يكون في عدم استقرار في دولة يبقى بيهدد الدولة على جوار تعالى نخش على جنوب السودان مشكلة وأنيل اليوم ده خمسة مليون لاجئ هربين من السودان ومتوزعين في كل حتة وبرضو مش عارفين دخل نفق مظلم الجيش وتدخل السريع ده 200 ألف وده 100 ألف ده ماسك الخرطوم ويعيني الشعب غدا تعالى خشي بقى في الشمال في البحر المتوسط من ساعة ما امريكا قالت ألفين وخمستاشر أن البحر الأبد متوسط عايم على وحيرة من الغاز الطبيعي وأن البترول الخليج حيخلص ألفين قدامه عشر خمسار سنة ولكن البترول والغاز بتاعه متوسط يقعد لحد ألفين وخمسين هناك صراعة قائمة في المنطقة فأنت النهار ده حواليك كلهم أمور غير مستقرة مش عندين نتكلم على سوريا اللي مش عارفين لها كيان هي راحة فين مش عارفين نتكلم على اليمن اللي ضعت مننا أنت فهم؟ فالنهار ده أنت في وسط نار حواليك والحمد الله يشوف الدنيا ماشية بلد عيشة وبنأكل وبنشرب وبعايشين مستقرين في صعوبات في مشاكل لا أسعار في بطالة زي معظم الدول العالم بعد ما حصل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فعشان كده الناس بدأت تقلق وبدأت تحس لما شافت غزة بحصل فيها كده قدت لك الله وإحنا ممكن نحصل فينا كده وإحنا ممكن نستحمل كده فعشان كده الأول مرة النهار ده بيجرى فيه استفتاء في مصر والناس نازلة من حبها مش نقول للسيسي بس لحبها المصر عايزة تستقر واللي بيقود لاستقرار رابر اسمها فتاح السيسي فعشان كده الأول مرة الناس نازلة وقلبها على استقرار البدل قبل أي حاجة تانية هي أثرت طبعا لو الموضوع ده ما كانش حصل وجات الانتخابات يعني ما كانش أحداث غزة والدنيا الولعة اللي حولينا دي أعتقد كان حيبة الحضور مش بالحجم ده لكن النهاردة حتى الوقت نشاه في الدنيا مش طوابير في كل حتة وحتى مش طوابير مثلا في سيبك من الإعلام اللي بينشوا لا ده أنا حتى أنا وبرسعيد ووالدتي في مدرسة باسمها فالناس اللي في الجرام بعطين لي صور للمدرسة بتاعت والدتي والطابور بتاعت الستات قد إيه فانت فهم يعني محبة مش إعلام بيقول للناس شايفين يعني فالحمد الله أنا واثق إن الأمور مهضة كويسة وبعين أحلى حاجة الصبح إن كل باسمعوا بقى من كل حتة يعني إن الستات دي ومنزل في الرئيس السيسي ما فات نزيته مرات بس الرئيس السيسي السبوعين اللي فاته عمل حاجة خلت يعني نقول إيه شعبته كبرت دي أول لما جاب لينكين وزير الخارجية الأمريكي وقعد معاه الرئيس السيسي عمل إيه الأول مرة عمل إن يبقى الكلام مفتوح على الهوى دايما الرئيس بقابل حد بيبقى بيسابوه بروتوكول ودهما يطلع واحد يتكلم وقل عملنا كذا المرض اللي أحطت الميكريفونات مش يسجل وام المنتاج لأ ده على الهوى وبدأ رئيس الوزير الأمريكي يقوله عندنا خمسين واحد على المعبر عشان يعدوا أمريكان قالوا لأ في حد يقول أمريكا لأ بسيسي قال لأ قال له قبل من عدي المساعدات تخش جوه للاتنين مليون وثلاثمئة ألف دول اللي مش ناقين ياكل حتة دي أثرت في الناس وانتعرف احنا شعب عاطفة ومرضبوتين بالوطن العربي والقمرين العربية أنا من أول أكتوبر لحد دلوقتي ممكن 21 جامعة رحت زورتهم كنت بتكلم في الأول عن حرب أكتوبر أخلص أي سؤال الناس بتتكلم الشباب 22 سنة غزة لحفين يا فانتم اللي قود بعمله إيه أنا كنت راح وفكر إحنا الجيل القديم التى عبد الناصر اللي عشنا على وطن يا حبيبي الوطن الأكبر فاهمني ألاقي الجيل الجديد كده لا ده الجينات النصرية عظيمة إن إحنا جينات إحنا قلب الوطن العربي وقلب الأمة العربية عشان كده لسه الولادنا جداد بيحبوا انتماءنا العربي وإن هم حاسين إن مصر هي الأمة وطلق يقول أحد لك إحنا ما نتدخلش ليه شوف يعني برضو حاسس إنك إنتك كبير وإنت لازم تقوم بحاجة وطلقوا يا ابني مش تلازم أنت داخل عسكري دي آخر حاجة لكن هم مين اللي وقت اللي عمل المتوضات السلام مين اللي عمل الهدنة مين اللي خرج الناس دول مش مصر ومعها قطر فحقيقة اللي أسعد من الفترة اللي فاتت إن هناك قبول من الشارع المصري ما يحدث حب له رئيس سيسي شعبيته زادت أولي من دول زيه 30 يونيو المرة اللي فاتت لأنه حاس إن فيه رئيس بيقول لا أهل الأمريكان حصلتش أنه يوم قلب يقع أنت فاهم؟ أخو بالك إيه؟ ده بيقود لخمسين واحد ما يخشوش الأمريكان ليهم خمس مسجونين في إيران هيطلعهم بإيه؟ ستة مليار دولار إيران تلقيها ستة مليار محجوزين في أمريكا في كوريا الجنوبية هيفيدوا عنهم في سبيل إن إيه؟ أخرج خمس جنوب فلا شك ده خلى الناس تحس إن إحنا إحنا الكبار وإحنا العظماء والراجل بتاعنا ده كبير ما بيخافش من حد فهمني؟ هو ترامب يوم ما مسك الحكم في أمريكا راح فين؟ راح خليج العربي خد منه مقدير 500 مليار دولاك؟ أنا بحميكو حد يوم معنا كده؟ لا إحنا كبار شك ده الناس حسن نمصد بيه وبالذات الفترة دي جاد في وقت الانتخابات فأعتقد هاي حاجة كويسة